انظر يا جماعة انا دعوتي في طريق العربية ادعولي اللي ملاقيش تيكت هناك لان لو لقيت في تيكت هناك او غرامة عشان ركنت العربية في المكان الغلط انا عفكر اول مرة اه اشوف المكان ده جمعا مش عارف ايه انا اول مرة عركن عربية في المكان الغلط او مكان مش صح اللي انت تتركن فيه ربنا يسكر بقى ايه وصف حال قد ما بقدر اوريكم المكان اللي ماشي فيه اغلب الشعب الانجليزي بيطلع حتى لو الجاو برضو مش كويس حتى لو الجاو برض دلوقتي بيطلع يمشي الكلاب بتاعته اللي مانشتين برايه ايه دي بريطانيا انا فكر انا اجاز انضغط عشان كده بسجل اه دايمان في الاجازة بتاعتي بحاول الان يعني يعني في حتى الاسترخاء كده مَنحبش ‫هطلع بره كتير وكلام ده بس اه بقلي كذا يعني كذا يوم فترة بحوالي اسبوعين معملتش أي فيديو فااااااااااااه الفيديو نردي عجلك كو انا خد جولة كده في المكان واماشي فاااااا личرى نشوك برد عملة ازاي خصوصوا ان المتشافين برد نحو زحم قوي هي زحمة كل حاجة بس آاااا لنشوفكم كله ماشي بالكلاب وماشي بالاطفال بتاعته. وراية هنا. تفاكرين المنظر ده. تخشي المكان ده من البوابة دي. انا لو ركنت العربية على الخطين دول. الصفر دول. في اي مكان او في اي شرع في بريطانيا. تتلقى درهم على طول. على ادب بعضه اللي انا انا بحوالي اتجنب الكلام ده. انا عادي بقى من احيات تانية. المكان ده غالي جدا. عشان تركن في اليوم الواحد فيه حوالي اتنين وعشرين جنيه. غالي 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 جدا يعني. المكان ده. يعني الشغلي مش بعيد عن المكان ده. شغلي قريب منه اوي. بس المشكلة. ما ينفعش لانا اركن جوا. عشان او ركنت جواه. هيكون فيها يعني اطمت رقب اوي. يعني في الموضوع الفلوس. كده. لو انا سكن في الشؤة دي. ليه الحق ان لان اركن. بس ليه شغل لوراي دي كلها. بس عشان انا مش تساكني في الشوة دي. ما ينفعش لانا اركن. بس ليه فالثلوس. فالثلوس كتير اوي. أعلم. بس لحظة الوكاية. اتعالى اللجنز و بعض البرائي